مشكلة في الزمالك اه في مشكلة في الزمالك في عمارة العمارة رقم 17 في شارع البرازيل في الزمالك لها عمارة الشرباتلي الناس الصبح قالوا العمارة بتنهار العمارة بتقع احنا رحنا في داهية وفي ناس طلعت من العمارة لانه خايفين على نفسه كان فيه فيه اعمال اعمال اللي هو خط المترو بتاع امبابا والناس قالوا انه هذه الاعمال هي التي ادت الى الازمة في العمارة الى الشروق في جدران العمارة اول حاجة عايزة نبه عليها اجماعة لو في واحد مواطن كتب على صفحته ان في مشكلة بلاش ندخل نخونه ونقول له انت وا 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 الاخر اللي هو المواطنين اللي احنا بنا بنتكلم عليهم من مصر عارفينهم فيه ناس كده موجودين وعارفينهم والله فلما بقول فيه مشكلة بيبقى عاوز ينبه لهذه المشكلة طيب الحاجة التانية كيف اتعاملت بقى الدولة مع هذا الموضوع محافظة القاهرة شرحت الموضوع محافظة القاهرة شرحت قالت ايه فيه يعني بيان على صفحة المستشار الاعلامي لمحافظة القاهرة يرى الزميل محمد كمان قالت ان العمارة دي اللي قدام حضراتكم مكونة من جزئين الاول بيطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 دور وبيه 37 وحدة سكنية منها 16 اهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة والجزء التاني بيطل على شارع عزيز ابازة مكون من 11 دور وفيه 33 وحدة سكنية منها 28 اهلة بالسكان وخمس وحدات سكنية مغلقة دي التفاصيل بتاعة العقار قالوا انه تبين من المعينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضي وهبوط ارضي بجراش العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل طب هنا اللي انت بتتكلم عليه اللي هو ايه فكرة الشفافية فيها جماعة مشكلة كان زمان يقولك لا ما فيش خالص ما فيش معندي ناش ده فيه ازمة الناس بتصرخ وبتعمل فيديوها لا 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 خالص معدوش يعني ما نعرفش عنهم حاجة لا انت هنا النهاردة بتتكلم على المعلومات طيب الهيئة القومية للانفاء اللي هي كانت بتحفر وتأثر هذا المبنى ولازم نبقى سورحة مع بعض لان خلي بالكم فيه فرق فيه فرق يا جماعة المكان المكان والله اعلم يعني لكن المكان الوحيد اللي ممكن ما يبقاش فيه مشاكل هو الجنة بتاعت ربنا لكن كل البلاد فيها مشاكل احنا بنتعامل مع المشكلة ازاي الجماعة بتقول هاي القومية للانفاء قالك والله قالوا اللي حصل زي ما قالت المحافظة وقالوا انه احنا عملنا اخلاء للسكان هتتعمل عمليات اصلاحات تمتد تقريبا لاسبوع وصرفوا خلي بالك لان فيه ناس يقولك هو انتو هتدوا بدل السكان دول وتعوضوهم لا اللي تصرف ده لما قالوا 30 الف جنيه لكل ساكن ده عبارة عن يعني بديل مؤقت عشان الناس ممكن تسكن لحد ما العمارة يتم اصلاحها وهما بيقولوا انه قدامهم اسبوع في الاصلاحات ممكن يزيد شوي الهدف من الكلام ايه الهدف من الكلام ان انا اقولك هناك مشكلة وبيتم علاجها بهذا الشكل واللي هو بقى ايه اول ما طلع الكلام الصبح على طول اللي هو بقى الندبة المستأجرة دي اللي بقولكوا عليها الحقوا المترو وهد العمارات الزمالك قالوا قبل كده محدش يدخل وواء لاخره لكن في النهاية هذا هو الموضوع اشتركوا في القناة